أهلا بكم مشاهدين في حمأة تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واجتداد الكباش الانتخابي قبل أسابيع من الاستحقاق النيابي هل يمكن للبنان اجتياز أزماته لنصل قريبا إلى قيامة وطن وقد لفتت دعوة البطريارك الراعي اللبنانيين أمس إلى إيصال أكثرية نيابية سيادية استقلالية وذهب إلى التذكير بأهمية الاختيار الصحيح لتحديد معالم الجمهورية المقبلة إلى ذلك يتعثر المسار الإصلاحي مجددا على أعتاب مجلسي النواب والحكومة إن لجهة إقرار الكابيتال كونترول أو إنجاز الإصلاحات القطاعية والإدارية وأيضا المالية ما قد يؤخر مساعدات صندوق النقد الدولي للبنان وإلى الارتياح العام بعودة السفرين السعودي والكويتي إلى بيروت والتي قد تشكل مقدمة للعودة السياسية العربية أشارت المعلومات إلى تقدم لإطلاق الصندوق السعودي الفرنسي لمساعدة الشعب اللبناني وأيضا عن انفراجات قريبة على صعيد التبادل الاقتصادي والتجاري بين المملكة السعودية وأيضا دول الخليج العربي هذه المواضيع نتابعها اليوم مبشرة في الاستيديو ب30 ديئة مع ضيفنا رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية الأستاذ إلي رزق أستاذ رزق أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا فيك فصح مجيد بداية نعاد على اللبنانية أجوان رح نبدأ بأجواء الفصح متى برأيك أو يمكن للبنان قريبا تخطي هذه الأزمات لنصل إلى قيامة وطن فعلا؟ عندنا فرصة قدام هذا الاستحاء الدستوري والانتخابي والديموقراطي أنه نعمل فعلا إذا بدك أمل تغيير حقيقي أو فرصة تغيير حقيقي لهذه الكيادات لن يكون هناك قيامة للبنان بنفس الإدارة أو بنفس الزهنية بالإدارة التي كان عاوية تدار فيها البلاد منذ عشرات السنوات وللأسف اليوم قدام هذا الاستحاء الانتخابي الديموقراطي بنسمع من مرشحين كانوا بالسلطة بل ما يقولونا شو عملوا كل هالفترات السنين اللي كانوا فيها بدهم يعملوا بيرجع بيقولك بدي عمل أربع سنين ما أنت كلها سنين ما قدرت تعمل شي شو عملت ما قللي شو عملت قبل ما أجرأ قللك شو بدك تعمل شي جديد كلهم استاذ إليم كلهم يعني كلهم كان فيهناك فشل زريع والنتيجة اللي عم نعيني فيه بالبلاد لأنه اليوم أنت لما نكون شريك بالسلطة لو أنت ما سهم بشكل مباشر أو بآخر بإفشال هذه السلطة أو بالنتيجة لسه مجرد مشاركتك بهذه السلطة معناتها هذا فشل ولم تتمكن من إنجاز ما توعد به بالناخبين للأسف سواء نحن لبنان قدامه فرصة حقيقة للقيامة حقيقة إذا تمكن من تغيير كل هذه السلطة ولكن ليست المرة الأولى بصير فيها انتخابات لماذا التعويل إلى هذا الحد على انتخابات اليوم لا تغيير الواقع كله سواء لأنه لم تعد تحت من الأمور يعني تم استنزاف كل المقومات التي كانت تخلي لبنان واقف على إجراء ونحن اليوم أمان تحديات أكليمية مصيرية ستحدد هوية لبنان يعني القوة الشرعية التي ستنبثق عن هذا المجلس النيابي مثل ما قال وتفضل اليوم غبطة البطرق هي التي ستحدد هوية لبنان وكيف ستتعامل القوة الأكليمية والمجتمع الدولي مع تلك القوة الشرعية المنبثقة عن هذا المجلس وهي التي ستحدد هوية لبنان دعوة البطريالك الراعي مبارح برسالة الفصح اليوم كان له كلام أيضا ولكن مبارح انتخاب حط دعا الناس يعني النيخبين الانتخاب أكثرية نيابية سيادية استقلالية ووضع المسئولية عند الناس في حال ما تم الوصول لهذه الأكثرية يعني ما انتخبوا صح صحي لأنه كلنا عم نرجع نشوف كله عم يرجع ينتخب زعيمه اللي جربوا على مدى عشرات السنين وما عم نلاقي فعلا هناك إمكانية للتشكيل قوة تغييرية حقيقية يعني اليوم لو توحدت مجتمعات الثورة أو المجتمعات المدنية اللي انبثقت عن الثورة بيجيبها معارضة وحدة ونزلت شاركت بالانتخابات موحدة كأننا ممكن نعول أنه هذه ممكن تشكل نوع ما من التغيير ولكن المشهدية بتعدد اللوية والمشهدية اليوم بتعدد القوة اللي عم تترشع على الانتخابات بتخلي الواحد بده ينطر نتائج الانتخابات لا يبني على الشيء برأيك ما الذي حالة دون توحد هذه القوة المدنية وسبعة عشر تشرين وغيرهم بلا وايح في مختلف المناطق اللي علاقة باليوم نحن معنا الثقافة العمل السياسي والعمل المؤسساتي نحن اليوم كل عملنا السياسي شخصاني يعني حزب المؤسس مش حزب المؤسسة اليوم كل العمل السياسي من شخصنا بلا ما يكون فيه مؤسسات حتى بالمجموعات المجتمعية لانه اليوم تعلمت انتي بالحزب انه حزب الرئيس وحزب المؤسس والأب والابن والروح القدس بعد شوال من الوراثة تيجي انتي بتطلع بيصير بك تعمل مثله يعني انتي بتقول له زيح لا انا اعمل مثلك بصير بدي شخصي بلا ما يكون عمل جماعي عمل مؤسساتي اليوم عندما تصبح الأحزاب مؤسساتي وما بيقود مهم من رئيس ومن مش رئيس وبيصير فيه برنامج وانتي عم تتنافذ على برنامج عمل هو بيصير اهم من الصورة اهم من الشخص نقدر نتمكن نعمل تغيير الخطأ الكبير اللي وقعوا فيه كل مجتمعات الثورة شخصاني بين كل مجموعة ومجموعة صار فيه يعني نوع من خلفات شخصية بين بعضهم منظومة او السلطة تدخلت وعملت على هذا الأمر؟ طبعا ستتدخل ونحن منكون فجانة لو ما حتتدخل يعني هل حتقبل هل حتقبل سلطة انه يجي حدا قوة تانية تغييرية تغيرها؟ يعني اكيد لا لانه انت اليوم واحد تصدق انه فيه ديمقراطية في لبنان احنا بلد ديموكتاتوري ديمقراطية الشكل ديكتاتوري المضمون يعني من اين سيأت التغيير اذا في حال هذا التشطط والناخبين بنروحوا ينتخبوا المرشحين الموجودين شوف بده الثقافي وستاخد سنوات بس بده يكون واحد نفسه طويل بده ثقافي وبده سنوات اليوم لبنان عنده كتير مقومات وعنده مكونات ولكن للأسف خيرة شبابه عم تهاجر عم تنتشر برا ويمكن هذي عم تكون نعمة على هذا البلد بلا ما تكون نعمة هاي حجرة الشباب لانه اليوم اذا عم تشوف فيه بعد شوية الفرش دولار مع هالناس ولا شوية سيولي مع هالناس ايه لانه هالأشخاص الموجودين ببلاد الانتشار قادرة تحول لأهله بس اليوم بدك انت ترجع تنمي ثقافة العمل المؤسساتي البناء المجتمع العمل المجتمعي مش العمل الشخصي وهذه تتطلب سنوات الديمقراطية بس للأسف استيس سلمان كل دول ديمقراطيات العالم بدلك اليوم تتعلم بديمقراطياتها حتى الولايات المتحدة يا ما بتمرق بمطباط بديمقراطيتها واعرق ديمقراطيات العالم بتمرق بمطباط بس لبنان البحر أمامكم والعدو جنوبكم وشرقكم وشمالكم يعني انت بكتعمل ديمقراطية بمنحيط كله فيش ولاة ديمقراطية موجودة يعني حتى العدو الإسرائيلي عن آية ديمقراطية نتكلم نتكلم هي دولة عنصرية يهودية نعم يعني بموضوع الانتخاب ولكن في حال صار فيه انتخابات ومجلس نياب جديد يعني ما الذي سيتغير في حال تقريبا تقريبا من يرجعون ذاته نظرة المجتمع الدولي وتعامل الدول الأقليمية إلى هذا المجلس والشرعية المنبثقة وهذا المجلس نتائجه ستحدد أي دور اللبنان سيلعبه من المنطقة وأي مسار سيتجه هل سنتجه إلى مزيد من العقوبات ولا مزيد من العزلة ولا مزيد من الانحضار على كل المستنوات ولا حنتجه إلى نوع من إعادة الحياة إلى لبنان اللي هو بيمزل الثقافة والتميز والاقتصاد والإبداع والسياحة بغطريال كالراعي حكي عن هويات جديدة صالح في البلد لازم نغيرها نعم وأسليب وعادات استهلاكية جديدة لا تشبهنا بشيء وثقافة جديدة عم تنعم وعم بي شوف حزبنا اليوم عم بيجاهر عم بيجاهر بمشروعه للدولة ومبارح من يومين من أسبوع أتحفنا الشيخ نعيم آسم أنه هو اليوم بدي يحول المجتمع اللبناني إلى مجتمع حرب لا يقدر يسيطر عليه لا يقدر يعملون نموذج الإيراني سوأنت مضطر تضرب كطاع المصارف تضرب كطاع السياحة تضرب كطاع الاقتصاد تضرب القضاء تضرب الجامعات تضرب المستشفيات لم يعد لبنان مستشفى الشرق لم يعد جامعة الشرق لم يعد أي شيء من هذه لا لا يقدر يتمكن فريق سياسي ما من السيطرة على هذا البلد وتغيير كل عاداته الاستهلكية وصولا إلى تغيير هويته يوم مش الأرض اللبنانية اللي عم تتعرض إلى احتلال من العدو الإسرائيلي أو انتهاك للسيادة هوية لبنان هي التي تتعرض من قبل فريق ومكون سياسي أساسي في البلد لي محاولة لتغيير هذه العادات والتقاليد وإذا واحد بده يعرف شو هي العادات والتقاليد يطلع على أي ضائعة أو قرية مسيطرة عليها حزب الله مش حركة أمم حركة أمم بعدها لبناني بعاداتها وتقاليدها وبلبسها وبحكية وبكل نما تطلع على ضياء المسيطرة عليها حزب الله كأنك في إيران ترى نفسك وكأنك لست في لبنان لا بالعادات ولا بالتقاليد وهني عم يجاهروا مسؤولين حزب الله ونوابه ووزراء وأنه نحن ما بدنا لبنان مرأسه وسياحه ومدرشه وبار بس أني في هذه المناطق عندهم الحرية يكونوا هيك لا أبدا أبدا ممنوع ممنوع أنك تفتح محل كحول كان بالنبطية أو أي منطقة بس أنت رأيها حزب الله وصار فيه كم تجربة يتسكرون المحلات بالقوة ممنوع تعبر عن رأيك ممنوع ما تلبس الشدور ولا بتعتبر أنت خارج عن بيئتك ولكن بالسياسة حزب الله متحالف مع طيار وطني حر العادة الموضوع موجود مع العديد من الأفريق هنا التحالفات السياسية للأسف منهم برجع بقول لك كلهم يعني كلهم ساهموا بإيصال الأمور إلى ما هي عليه لي قضاها بالدولة فساد وسرق ونهب واللي قضاها بالدولة شراكة مع هذا اللي يمر ومشاريعه السلطة ويه وكل واحد عامل مصلحته الخاصة واللي كان بالدولة قادر يعني شوف اليوم الكوات السياسية استيس سلمان مقصومة إلى فريقين فريق يمتلك الرغبة على التغيير بس لا يمتلك القدرة وفريق عنده القدرة على التغيير ولكن لا يمتلك الرغبة وما بده يغير نعم سوى هذه يعني اليوم اللي ما قدر يتساوى مع اللي موجوده وما بده التأكيد على أهمية الانتخابات ولكن بعد فيه كلام عنا كم أسبوع للانتخابات فاعد فيه كلام لحد الآن عن عرقلة عن شيء مادة أو أمنة أو أي حدث قد يؤدي إلى تطهير الانتخابات وعلى المغتربين واضح شو عم بصير فيه ببلد مثل لبنان كل يوم بيومه ومفروض وعم نشوف اليوم التفلت الأمنة وعم نشوف النيار الأجهزة يعني والأمن ببعض المناطق والقضاء والعدالة وما بقى في الخوف المواطن اللبناني ما بقى يخاف كله مفتوء على كل الاحتمالات ولكن أنا أؤكد لك أنه حزب الله وفريقه مصر الزهاب إلى الانتخابات لأنه هلأ حسب حساباته هو قادر ياخد الأكترية اللي كانت موجودة عند يضمن الأكترية طبعا بكل المناطق وبكل تحالفاته لأنه الفريق الآخر ضائف مش لأنه حزب الله قوي لأنه نحن اللي كنا بمواجهة مشروع حزب الله اللي هو يعمل اللي كنا دايما من أولى على أيرانة لبنان وعواد عن لبنانته هو نحن ضعاف وتفرقنا وما قدرنا دللينا متماسكين ك-14 أدار تمكن حزب الله عبر كل تلك السنوات اللي هو ثقافي إيراني اللي بيخيط سجادي 50 سنة عنده استراتيجي وعنده نفس طويل نحن للأسف كأن نفسنا قصير الإختيالات ممنهجة بحق قادة 14 أدار والخليفات الدخلية تضعضع فريق 14 أدار بمواجهة فريق ما كانوا يعرف بـ 8 أدار أصبح اليوم هذا الفريق هو الأكترية وبالتالي استاذ إلي عن أي جمهورية مقبلة نتحدث وعن أي رئيس جمهورية جديد إذا الأكترية رجعت تاريخ الحديث بيقلك كان فيه إيران شه إيران بالسبعينات وبعدين إيجا إيران خميني يمكن يدل اسمه لبنان بس بدك تشوف إذا بدل لبنان جبران خلي جبران ولا لبنان خميني ومرجعية إيرانية وأي لبنان توري لأنه اليوم مزيد من العقوبات ومزيد من العزلة ومزيد من الاتعاد عن دول خليج ومزيد من منع التصدير وكل هالضربات اللي عم نكلها في لبنان كيف أي بلد بيقدر يوقف عجراء في ظل تلك الأزمات ولكن مجتمع الدولة وحتى الدول العربية هناك التسلات مع إيران نعم للوصول إلى اتفاقات إلى مفاوضات وبالتالي هذا يؤثر سلبا أيضا على لبنان نعم لأنه نحن مش موحدين لو كنا نحن كلبناني عم نفاوض هذه الدول كرئيس واحد أو كقوة حكمة وحدة مثل الأردن مثل السعودية مثل أي دولة بالعالم فيها فريق حاكم هو بيفاوض نحن بيجي الدول بدأ تحكي مع لبنان مع مين بتحكي أستاذ سلمان مع عدة فرقاء وبيزوروا عدة قوة وبيلتقوا مع عدة ناس صح ما بيدروا يلتقوا مع قوة وحدة حكمة لبنان ومتفقى شو هوية لبنان أو شو دوره بالمنطقة أوكي بالطائف قلنا عربي هلأ برجع بيقلك لا فارسي أو عربي طيب شو دوره هاللبنان مقاوم عسكري بدي أنا دل ادخل باليمن وبسوريا بالعراق ولا أنا اقتصادي وعندي أقوى علاقات مع كل دول العالم وبصدر له سياحة وخبرة وتميز وتفوق وامتياز يعني أنا برجع بيقلك شغلة رغم كل الحذر السعودي من المجيء إلى لبنان وكل مناعة التصدير إلى السعودي مازال حتى الآن السعودي مؤمن بالفنان اللبناني وعم نشوف ست ماشد الرومي في السعودي بحفلات والستزواء الكفوري والفناني وعم نشوف منظمي الحفلات والإبداع والفن لأنه لبنان مازال هناك صورة عن هذا اللبناني تتميز عن كل صور دول الجوار ولكن للأسف هناك فريق يوم عين بيضارب هذه الصورة اليوم رئيس الجمهورية حكي بنوع من الإيجابية من صرح البطرياركي بعد قداس الفصح عن عودة السفراء إلى لبنان تمهيد إذا صح التعبير لعودة العلاقات العربية هل ترى بعد عودة السفير السعودي والسفير الكويت هذا الباب قد يفتح هي خطوة برحلة الألف ميل هي هذه العودة أتت بناء على البيان الذي التزم فيه دولة رئيس نجيب مئاتي أنه لبنان لن يكون ممرا أو معبرا لتهريب الكابتاجون لبنان لم يكن هو مقرا لاستضافة مؤتمرات معادي لدول خليج وقاضاتها واساساتها لبنان لن يكون منبرا للأعلام للتهجم على دول خليج وهذه العودة كانت بثقارب فرنسي وتمني من رئيس ماكرون الذي يكون كل الصداء والمودة لدولة رئيس نجيب مئاتي والإجراءات الحثية اللي عملتها وزارة الداخلية مشكورة بكشف العمليات لكابتاجون قبل حروسة وبراف أنا رأي العام اللبناني كله وقف ضد نستعمال لبنان كتهريب إجا السعودي لقى هذه الخطوة بعودة السفير السعودي والكويتي والكطري وهذه مشكورة على هذه الخطوة وهناك صندوق فرنسي مشترك سعودي بقيمة 72 مليون إيرو فرنسا تتحمل 36 مليون إيرو والسعودي تتحمل 36 مليون إيرو من مركز الملك سلمان للإغاثة ومن صندوق السعودي للتنمية بدنا نحكي عن موضوع السندوق ولكن برأيك العودة منا مؤقتة حاليا هي فتحت الباب الآن عودة السفيرين أو أكتر من سفير وبالتالي لاحقا كعلاقات سياسية السفير الأبناني بعد ما رجع على الرياض صحي تعتمد على خطوات اللي شو بدوا يصير بعدين يعني هي خطوة مقابل خطوة أوكي عملت هذا البيان رجعنا السفير اليوم السعودي في حال الترقب ما ستكون إليه الإجراءات التنفيذية لتلك الحكومة عم تحكي للمبادرة الكويتية للمبادرة الكويتية وللمبادرة السعودية وللمبادرة الفرنسية وهل لبنان سيبقى بحضن العربي ولا لبنان سيرجع يكون هو كدولة عدوة نظر إله كدولة ليست بصديقة للسعودية هالخطوة مقابلها الخطوة هلأ سيليها خطوات إيجابية طبعا إذا كان هناك من قبل الحكومة جدية أو من قبل قوة سياسية توافق مثل ما عم نشوف اليوم لأنه ليس هو مستغربا أو بالعكس بشكل إيجابي صمت حزب الله عن عودة السفير السعودي في هذا شيء إيجابي معنى أن هناك في رأي عن كل القوة السياسية ضمن سف محترم لأنه أخذوا الموضوع بالتوقيت على الموضوع الانتخابات هلأ أكيد التوقيت هناك تدخل أو غير تدخل رغم أنه السفير البخاري نفى أكيد ينفي وأنا أبأكد لك أنه السعودية يعني عايب بهالعلاقات إذا نحن عندنا شوية سيادي وكرامة أنه نزج بالسعودية أو بأي دولة بيزوري بالانتخابات النيابية بس ما في شكل توقيت بيفتح شهيد الأعلام واللبنانيين على العديد من التساؤلات ولكن هذه العودة ما أقل عليها أبدا هلأ يمكن في فريق سياسي ما بيشوف شوية معنويات من هذه العودة بيشد عصب شارعه ممكن بس هي السعودية لن تتدخل وكل اللقاءات لأنه تعمل السعودية على مأسسة العلاقات مع لبنان وعدم شخصانتها ما بقى في شخص مميز عند السعودية في مؤسسة دولة لهو اليوم بانتظار الانتخابات ما ستسفر عنهم تلك النتائج وأي قوة ستتحكم بالمجلس انبثاق حكومة جديدة رئيس جمهورية جديد وبناء على يبنى على الشيء مختضى حضرتك رئيس هي التنمية العلاقات الاقتصادية تغير أي شيء في التعاطي من بعد عودة السفراء إلى بيروت يعني لمستوا في شيء نعم لمسنا أنه في جدي وفي رغبة بالعمل بشكل مشترك بين القيادات بالمملكة العربية الشعودية والقيادات الاقتصادية ممثلة برئيس الهيئة الاقتصادية والغرف التجاري للعمل سوية على إيجاد صيغة يرتاح إلى الطرفين يعني تطبيق عملية الفيريتاس تديق على البور سكانر العملية اللقحة في عدة إجراءات مطلوبة من المملكة العربية السعودية وبعد فيه لازم شوي مع اتصالات أمنية واتفاقات أمنية ومنوصل لإعادة تصدير إلى المملكة وصولا إلى رفع الحظر لإطار لقاءاته السفير البخاري كان التقى وفد من هيئات الاقتصادية حضرتك كنت مع الوافد ماذا أبلاغكم السفير البخاري يلي مطلع بالإعلام وأنه سؤالكم أجمل ما سمعناه من معالي السفير البخاري أنه كل الشعب السعودي كل السعوديين مشتقين يرجعوا على لبنان كلهم يسألوا وإيبا هنرجع وكلهم حابين يؤمنوا مازالوا بالاستثمارات في لبنان حتى في الكطاع العقاري نحن عرام وعيب علينا نحكي مساعدات لبنان لدينا مقومات نجذب استثمارات من اللبنانيين المقيمين أو منتشرين أو سعوديين أو خليجيين يعني سمعنا كريم جدا حلو يطمن فعلا حتى الشعب السعودي حاسس بمرارها أنه ما بقدر يزور لبنان وما بقدر يجي على بلده الثاني ويصير بربوع ويشوف أهله وأصحابه وأصدقائه هذا ينطبق على كل دول الخليج طبعا أكيد ولكن ماذا على لبنان أن يقوم من خطوات لا أن يحترم أنت هذه القوة السياسية تحترم سيادة بلدها وتحترم كرامتها وتأكد على دورة وعمقها العربي وأنه هي لن تكون دولة غير صديقة زي ما بنقول العدوة لدول الخليج اللي هي دول الخليج معبد بدلة لك المحبة واحترام ولكن ما بدنا نضخم الأمور وأي كلام سابق لأوانه عن عودة المليارات والودائع والمساعدات السعودية هذا كلام عارن النظر الجانب المادي نعم عارن عن الصحة نحن ما نعمل عليه عودة العلاقات الأخوية والثقة بين الشعب الخليجي والشعب اللبناني وهذا التبادل والتبادل والسياحة واللقاعة الأخوية وبتعرف اليوم السائحة الخليجي بالجبل وبتشوف وإذا شئ له دور وإذا شئ عنده بيوت وإذا شئ عنده أملاك وإذا شئ يحب يكون بين ربوعهم نعم بموضوع أطلاق الصندوق هل فعلا ستبدأ يعني الترجمة الصندوق السعودي الفرنسي إلى مبعد الانتخابات حاليا حيكون قبل آخر هذا الشهر إن شاء الله إذا ما يكون هناك من عوائق والحمد لله السفير السعودي والكيادة السعودية الحكيمة مسر أن يكون التوقيع في لبنان وبحضوره ومشاركة لهيئات الاقتصادية قبل الانتخابات قبل آخر الشهر إن شاء الله قبل عيد الفطر إذا ما صار فيه هذا غير مرتبط بالانتخابات وهذا له علاقة بالكطاع التربوي الصحي بعد جزء منه للكوة الأمنية والكطاع الطاقة وهذا ما له علاقة أبدا بالانتخابات وإن شاء الله إذا كل البروتوكولات بين الجانب الفرنسي اللي عم بيعمل فيه لقاءات مكتفة معالي السفير السعودي وسعادة السفيرة الفرنسية لتسريع عملية التوقيع اللي حتصير إن شاء الله متأمنين قبل عيد الفطر السعيد ومباشرة للشعب اللبناني ممباشرة للشعب اللبناني عبر إليات تشرف عليها المشرف عليها المجتمع الدولي للأسف تأسف إنه المجتمع الدولي ما بيعنده ثقة بها السلطة وبقوة السلطة لأنه بيعرفون كلهم يعني نعم رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية لبنانية الخليجية الأستاذ إلي رزق شكرا جزيلا لك وفصح مجيد مجددا الله يخليك شكرا وترقبوا مشاهدين إعادة لهذه الحلقة في تمام التاسع مساء عبر إذاعة صوت كل لبنان إلى اللقاء اشتركوا في القناة